اخبار الاتي في العدالة وفيها الجعفري يشكر الكويت وأميرها على المبادرة الشجاعة باستضافة مؤتمر إعادة الأعمار بأمر من الوزير أحد ملفات الأخطاء الطبية إلى النيابة وإيقاف القائمين عليه عن العمل 150 ديناراً بدلوا إيجار للمرأة الكويتية المطلقة التي لديها أبناء المرافق البرلمانية تستدعي وزير الأعلام للتحقيق في قضية الحيازات الزراعية ومن العنوين إلى التفاصيل وجه وزير الخارجية العراقي براهيم الجعفري الشكر إلى الكويت وأميرها على ما وصفه بالمبادرة الشجاعة باستضافة مؤتمر إعادة أعمار العراق وأكد الجعفري عقب لقائه رئيس مجلس الأمة مرزوغ الغانم استمرار توطيد العلاقات البرلمانية مع مجلس الأمة وأن العلاقات العراقية مع الكويت تظل علاقات استراتيجية تقيقة كانت المبادرة مبادرة شجاعة وأخذت سفة قيادية ممتازة أطلت على عدد كبير من الدول والمنظمات خصوصاً في مرفق حساس وهو المرفق الاقتصادي في هذا الوقت المربي العراق ويتحين كل فرص لعادة الإعمار والبناء بعد أن انتهى من فصل الانتصار على الدواش وإذا كانت الأشهر القليلة الماضية قد شهد العراق فيها ولادة جديدة على مستوى السيطرة والقدر الأمنية أنا أعتقد يوم أمس تمت المبادرة مقبل الكويت ووقف العراق وجاءت مفردات الثناء والمدح والدعم المعنوي والمادي على لسان المشاركين سواء كان حكومات أو شركات وجد تحدث انعطافها جيدة في مرمار عادة الإعمار والبناء أعتقدنا إلى ضرورة استمرار العراقات وتطير العراقات على السعيد البرلماني بين مجلس الأمة والبرلمان بين السلوقت أخذ أيضاً مؤتمر الذي انقضى قبل فترة اليوم أمس تم هذا المؤتمر وكان يحظى بإعجابنا وأحتر له جزء من الحديث مؤتمر دعم العراق واسناد العراق وما خرج به من نتائج طبيعة الحضور المتنوع المساعدات والدعم الذي حصل بنفس الوقت فكرنا بأفاق العلاقات العراقية الكويتية كيف نطورها من حسن إلى أحسن والاستمرار بهذه العلاق على أوتيرة واحدة وكانت الجلسة جداً متميزة ولطيفة خصوصاً أنه إلى جانب السيد الرئيس حضر بعض أخوة أعضاء ملس الأمة كانت أحاديثهم أيضاً متكاملة أنا من طرفي أيضاً كان ويايا مجموعة من التصديم في وزارة الخارجية العراقية كان اللقاء جداً طيب أكثر من جيد وهكذا عودنا أشقاءنا الكويتيون أمر وزير الصحة باسل الصباح بإحالة ملف تحقيق أجرته الإدارة القانونية حول حصول خطأ طبي إلى النيابة العامة كما أمر بإيقاف المعنيين فيه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وأوعز الوزير بإعطاء الأولوية للشكاوى المقدمة من المرضى وتحديد الصقف الزمني لإجراءات التحقيق في القضايا والشكاوى لضمان صدور نتائج التحقيق بالسرعة الممكنة خلال مؤتمر صحفي للأعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده أكد وزير العدل وزير الأوقاف وشؤون الإسلامية فهد العفاسي حرص أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على تنشئة أبناء الكويت على تعليم الدين الإسلامي الصحيحة وأعرب عن شكره وتقديره لسموه على رعايته الكريمة لهذه المسابقة التي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين والمواطنات يسرني في هذا اليوم المبارك الذي اجتمعنا فيه للإعلان عن أسماء كوكبة جديدة من حفظة كتاب الله عز وجل في مسابقة الكويت الكبرى من حفظة كتاب الله عز وجل في مسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الحادية والعشرين يحبهم ويحبونه لهذا العام أن أبدأ بشكر الله تعالى على نعمته وتوفيقه في هذه المسابقة واستمرارها حتى هذا اليوم ويشرفني أن أتوجه باسم أخواني في الأمان العام للأوقاف واللجنة الدائمة واللجنة التحضيرية للمسابقة بالشكر لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لرعايته لهذه المسابقة وحرص سموه على تنشئة أبناء الكويت على تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة لأنه الوسام محبة الله لهم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله يفع بهذا الكتاب قواما ويضع به آخرين ردا على ما أثير في أحد الصحف ووسائل تواصل الاجتماعي بأن ديوان الخدمة المدنية قد وجه الوزارات والجهات الحكومية إلى إنهاء التعاقد مع الموظفين الوافدين ممن بلغوا الـ 65 عاما أكد الديوان أن إنهاء خدمة الموظف الوافد في الجهات الحكومية عند بلوغه السن القانونية 65 عاما لا يحتاج إلى قرار تتخذ الجهات الحكومية وإنما يتم بقوة القانون وفقت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية على اقتراح برغبة يقضي بمنح المرأة الكويتية المطلقة ولديها أبناء بدل إيجار بواقع 150 دينار شهريا من ناحية أخرى أوضحت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم أن وزارة الشؤون أبدأت تعاونا كاملا عند مناقشة اقتراح قانون مكافحة العنف الأسري الرامي إلى حماية المرأة من مظاهر العنف الأسري والجرائم كافة المتصلة به تم الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من الدكتور حمود الخضير بشأن صرف بدل إيجار للمطلقة التي لديها أولاد نحن حاليا حسب الاقتراح أسوة بالمتزوجات من غير كويتي لكن أنا بعد ما سألت عرفت أن الكويتية المتزوجة من غير كويتي ما قاعدت تستمتع ببدل إيجار لذلك الموافقة على الاقتراح المقدم من دكتور حمود الخضير لصرف بدل الإيجار للمرأة الكويتية المطلقة عندها أولاد اقتراح بقانون الخاص بمكافحة العنف الأسري وإنشاء مراكز إيواء للمرأة تحت إشراف وزارة الشؤون لكن هي الاقتراح الآخر المختص بتقديمة فريق إيثار الوطني تبنتها اللجنة وتم تقديمها من قبل النواب الأفاضل الأعضاء اللجنة يخص كل الجرائم التي تختص بها الدائرة الجزائية والتي تعتبر الجرائم الواقعة للأشخاص الطبيعيين عنف أسري إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة الفكرة من هذا القانون تقديم المأوى الرسمي ومركز للإيواء للمرأة أو ضحايا العنف الأسري تقديم الإرشاد الأسري والنفسي وخدمات إعادة تأهيل المعتدى عليه المساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة إنشاء خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوي وتم الاتفاق مع وزارة الشؤون بصراحة أول مرة وما ودي أمدح حكومة لكن وزارة الشؤون أبدأ تعاون كامل لتأييد هذا القانون أبدأ تعاون كامل لإنشاء مراكز مثل هذه مع تعاون مؤسسات المجتمع المدني في الدولة التطوعية بحثت لجنة المرافق العامة ثلاثة اقتراحات بقانون بإنشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث واقتراح بإنشاء جهاز لإدارة الأزمات ومنع لأي تشابك في الاختصاصات قررت اللجنة استدعاء عدد من الجهات المعنية للوقوف على ملاحظاتهم حول الاقتراحات المقدمة كما قررت اللجنة استدعاء وزير الأعلام لتحقيق في قضية الحيازات الزراعية التابعة لشركات صورية والتي تعود لقياديين متواطئين في هيئة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة خصوص إنشاء جهاز إدارة الأزمات والكوارث ولأن هذا التوجه وهذا الاقتراح وجيه جدا خصوصا فيما نشهد من أزمات وتوتر حوالينا إقليميا فلابد أن تكون الجاهزية القصوى لدى الجهات الحكومية موجودة وحاضرة ومنعا لأي تشابك لأننا نعلم أن هناك لجان موجودة وأيضا هناك قرارات من مجلس التعاون الخليجي فيما يخص بالكوارث والأزمات وأيضا هناك الدفاع المدني فحتى نفك هذا التشابك سنستدعيهم في اجتماع لاحق ممثل في وزارة الداخلية والدفاع المدني وأيضا مجلس الوزراء للوقوف على استعدادات الدولة أولا وإذا كان هناك أي تعديلات على قانون الدفاع المدني أو حتى في مجلس الوزراء لإنشاء جهاز لإدارة الأزمات والكوارث سنستدعي وزير الإعلام في الاجتماع القادم أو الذي بعده للتحقيق والاطلاع على آخر ما وصل إليه هذا التحقيق وهذه الحيازات التي أثبتت أن هناك كثير من المتنفذين والقياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية متواطئين ومستغلين هذا النفوذ ولأقاربهم في موضوع الحيازات الزراعية وأيضا هذه الأشياء المطروحة فلذلك استجداء للحقائق سنستدعي جميع الأطراف المعنية ونرى ما قالت إليه الأحكام القضائية وتحويل النيابة لمثل هذه الملفات أعلن النائب عادل الدمخي عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن الإجراءات التي اتبعتها الوزارة لتفنيد الإشاعات حول وضع العمالة الفلبينية في الكويت تقدم أناب ناصر الدوسري باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن الخدمة المدنية والذي يمنح الموظفين في حال طلبهم إجازات دراسية أو إفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بمرتب كامل ويجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة أي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة إذا كانت الإجازة أو البعث المنحة أو الدورة التدريبية لمدة لا تقل عن سنة أعلن أناب خالد الشطي أنه تقدم باقتراح برغبة للسماح لشركات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام بتبني جزء من الشوارع الداخلية أو من الطرق السريعة لتجميلها مقابل السماح لها بوضع اسمها على لوحة بهذه الشوارع في تصريح لأحدى القنوات المصرية أوضحت المعلمة المتهمة بضرب الطالب المتوفى عيسى البلوشي تفاصيل ما حدث بينها وبين الطالب في اليوم السابق لوفاته ودخلت الصف لقيت الأولاد يعني يضربوا بعض ويستفقوا ويعني عاملين انقلاب ويلعبوا خورة بالصف أنا أعدت يعني اللي أنا رتب الصف عايزة أبدأ حصتي أعدت حوالي 15 ديئة وأكثر أرتب في الصف ورثبت الصف وكل حاجة والأمور صارت كويسة بس الولد دوت اللي ما راضي يذكت نبهت مرة اتنين ثلاثة اسكت 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 ما راضي يذكت وبعدين قمت أنا إله طب اطلع أقف عن اللوحة جاي بالكتاب والألم حدثهم عليك رماهم عليك يعني هو رمى الكتاب والألم عليك أيوة هو وعنده تسع سنين مش كده عنده تسع سنين عنده تسع سنين وقام بصلي من فوق لتحت بص تحت طار عمرك ما تتخيلك وقام الولد أنا كنت وقت عنده وقام بعيدني كده وقام هرب من الصف وقام نزل على الوكيلة يبكي عنده يعيز عند الوكيلة خلصت أنا حصتي كل اللي عملته كتبت اسم الولد في الغياب انه دوت غايب هرب من الحصة وبعدين رئيسة القسم اتصلت علي يا أستاذة انزليني الوكيلة على اساس يعني عرف حكاية عيسى ايه نزلتينها قالت الولد منزل عندي يبكي كده ايه اللي حصل هو عنده الخصائية بيبكي رحت لقيت الولد بيلعبه احسن حال وماتي فيه ولا فيه واعد يلعب ومفيش اي حاجة وبعدين بقول له عيسى انت بتحدثتك كتابه القلم علي ام قال لي كذابه كده بصوت عالي وايه قدام الطائميات الاجتماعيات وقدام طلبة كتير وقدام الوكيلة كذابه انت تفكر تقدر تقول له امك كذابه دي كنة تقولها تقدر تقولها لأمك تقولها لمعلمتك بالصد وبعدين قال لي والله لجيد ام تعلمك الاسم والله لجيد ام تعلمك وتقدمك وكل شاهد وكل كتب كده في التقريب خلاص انا بصراحة عصبت قلت له هاي قلت له انا عايزة امك تيجي انا عايزة امك تيجي عصانا اقول لا اتا تتكلم مع حضوتك في الصورة بيه ما معرفت ولا وقعت قبل تانية دي وقعت ان الولد حالة خاصة انا ما وقعت على اي طيب والاوراق عندنا رسميا يعني انا ما وقعت ولا اه بس انت بتدرسينه بقالك ادي ايه انا بدرته من سعر احتاشر واثناشر وبعدين ما رجعنا بعد نصر السنة ما حد قال لي هو متوى عملية قال بمبسوح والام ماذا لهم يعني انت عارف من اول السنة امه ما يجد حتى في اجتماعات اولياء الامور تقول اللي هو عملي العمليات دي ولا اي طيب الولد بس كان يجيدي في القص يقول لي ابلى عايزة روح حمام انا حالة خاصة اقول له روح حمام واني من اول السنة ماش في بينه وبينه احبتك ولا في اي طيب وغير كده وليت الامر تقول لي ايه هستيك عليك فينا وهنا وهنا وتقول لي ان قليلت القدر وتتعد علي ولا افت الضرائط غير ولا امه هي كده ان انا اللي تعطيت على ليه ليه اللي الزباد دي كلها وانا اعتنى في غرجة هنا والواحد تتعد علي بالكلام يعني مش معقول استاذ واقل وانا ما اعملت حاجة للسف اذا انا احبتك استاذة ليلى السديس اللي هي كده بجنابة ان هو ميت فحمام بيتهم يعني في الحمام واحد قاعد يتفخ بلونات عشان العيد الوطني فئ طبيعي يعني ينفخ بلونات فئ طبيعي واحد عامل قلب مفتوح تخيل هيحصله ايه واحد يعني بالعقل بتو عملية قلب مفتوح من اسبوعين انت جال لهم تتلزقوا لي توم انا ما بيت علاقة الولد بعد ما حصل والله ما فوت له شيء ولا ضرفته ولازم كل الناس تعرف انا ما ضرفت في الولد احتل المنتخب الوطني لقرة القدم المركز المائة والاربعة والسبعين في تصنيف الفيفا الاخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة